ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية للبترول وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية وأعرب الرئيس السيسي خلال استقباله وفدا من الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي كلاوديو سديسكاليزي عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستخدال الأمثل لموارد مصر من قطاع طاقة وبموجبها طبعا مواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه باللقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا على ما تمثله مصر من كونها إحدى أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليها الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وقد استعرض تسكاليزي تطورات المشروع المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر كذلك تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إتكو ودمياط التي تعملان بكامل كفاءتها حاليا وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة أصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط ذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة كما تم أيضا عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأغدر ذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ